السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كناكري أومد وهذا هو صندوق إطلاق MSI لجيل انتل الثاني عشر الجديد أكبر صندوق بصرنا لغاية الآن وأنا صراحة متحمس أشوف أشوف يجوه أكيد رح يكون في لوحة أوم زي 690 ومعالج من انتل ولكن صندوق بهذا الحجم أكيد في أشياء ثانية كمان بداية نشير الصندوق اللي جوه من هاي الكرتونة رح أصرع هاي العملية أكيد لأنه تأخذ وقت عليها حماية ولكن نلاقي أول إشي رسالة ترحيبية باشتراك بين انتل MSI و Kingston Puri اللي هي منتجات Kingston للرامات الجديدة وورا في عنا شعار MSI وأنا شايف صندوق رح أعجيكوه الآن وهذا هو شكل الصندوق من فوق جاي زي هيك صندوق الكنز فأكيد رح يكون فيه محتويات جميلة مكتوب عليه MEG اللي هي لوحات MSI وشعار The World Record Breaker لأنه هاي اللوحات عادة يكسر عليها سرعات بالذات بالمعالجات والرامات فخلينا نشوف طبع شوك كمان إذا مش عن معالجات والرامات مش ترك في أشياء ثانية ولكن بشكل أساسي معالجات والرامات وهذا هو الصندوق زي ما حكيت زي صندوق الكنز لونه أسود وعليه MSI من كل الجهات نورجيكو خلينا فصلات هون عشان نفتح الصندوق نفسه كمان MSI ومن الأعلى شفتوا أنتو شعار MSI و MEG خلينا نفتحه سوا طبعا كان مفتوح للمعاينة الجمرق ولكن مش مشكلة يلا نفتح الصندوق مع بعض فيه قفلين يمين وشمال شو بقولكو صندوق كنز بسم الله واحد اثنين ثلاث اول اشي في عنا ورقة ترحيبية من MSI فيها كل المنتجات تبعتهم وايضا السلاسل المختلفة تبعتهم في ريفيو غايد بحطرنا يا MSI ما بالزنكو هاد وفي عنا ثلاث منتجات اول اشي للوحة في عنا المعالج وفي عنا الرامات DDR5 وعلى اغلب فيه اشي بالاسفل ولأول مرة احنا نعاين لوحة من فئة اليوني فاي Z 690 يوني فاي وطبعا معالج انتل على الاغلب رح يكونوا 12900K ورامات الكنغستن فيوري DDR5 سعة 32 جيجا بايت وتردد 5200 ميجا هرتز بالاسفل عنا كمان اشيان خلينا نشوف شو هم مبرد الكور ليكود S360 جديد كليا وعليه شاشة ايضا بقياس ثلاث مراوح 120ات وفي عنا صندوق من اسمه ملحقات المبرد المائي وهاي كل الاشياء الموجودة بالصندوق وهاي هي لوحة MSI Z 690 Unify اول مرة من عاين لوحة من سلسلة Unify اللي هي طبعا تحت سلسلة MEG واكيد جيل ثاني عشر وشريحة Z 690 من الجهة الخلفية في عنا كل المواصفات تبعة اللوحة شكل الصندوق من الجهات المختلفة نفس التغليف المعتاد تبعا مساءه يعني ما فيه والله حركات خطيرة جدا او غير شكل طيب خلينا نفتح البوكس والصندوق اول اشي في عنا غطى واول اشي بنشوفه هو اللوحة اللي محطوطة بكيس انتي ستاتيك او مضاد للكهرباء الساكنة وبالاسفل في عنا تري او صندوق في كل التوصيلات والاكسسوارات خلينا نبلش بالاكسسوارات بعدين نرجع للوحة سلاك ساتة طبعا اسلاك الادرسة بالRGB وتوصيلات الاخرى في عنا وصلة الفرونت اي او تبعة الكيس اللي بتوصل فيها على الماذر بورد ومن الجهة الثانية سلك طويل شوي عشان توصل فيه توصيلات الكيس لطيف الحركة عنا الملصقات والدعايات والكتيبات الترحيبية كتير امس اي بحطوا هاي الاشياء الكتيبات الكتيبات زائت قطعة قماشية للتنظيف وانتينات الواي فاي انتينات الواي فاي مع قاعدته الفلاش اللي عليها التعريفات بدل السي دي اللي بنصحكو تفرميتوها تستخدموها اكيد رح تنزل تحديثات بالوقت اللي رح تشتروا فيها اللوحة عنا براغي الامدوت 2 وملحقات واحدة منهم ميدالية فيها مفاك المصلب وعادي زائد فرشاية لتنظيف الستاب واحدة خشنة واحدة نعمة جميلة عليها شعار امس اي وتنين امس اي وهاي هي لوحة اليونيفاي واكيد انتبهتوا على اشي اول ما شفتوها انه تتميز على لوحات الثانية هاي لوحة ما فيها ار جي بي في عنا كلمة يونيفاي شعار امس اي وفقط كل شي باللون الاسود فيش عنا فزلكات فيش عنا اشياء ثانية لازم امسك البورد اشحنها لدارغ وانسى الموضوع انا ولكن يعني انا اللي شغال عليها الان في عنا التبريد اللي جاي على منطقة الفي ار امس اللي هم 19 زائد اثنين في عنا ثمانية زائد ثمانية توصيل للمعالج في عنا مناطق المراوح تبعة المعالج في عنا الديبوغ ال اي دي سكرين زائد منطقة الار جي بي الادرسة بالار جي بي كيانا في عنا كمان اماكن للمراوح بالمنطقة هاي وصلة لار جي بي تبعة كورسير لانه امس اي بيعملوها اخر فترة في عنا منطقة لتونتي فور بن ومنطقة الدي دي ار فايف ولاحظوا انه هاي اللوحة مش مصفحة مناطق الدي دي ار فايف فمش شرط يكون في تصفيح على دي دي ار فايف هاي شغلة او معلومة كويسة في عنا منطقة الام دوت تو شيلها 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 خربنا الدنيا ولكن لزقهم وجودة هون مكتوب عليها انه لازم تشيلها قبل ما ترك الام دوت تو اوكي شكرا نكمل باللوحة في عنا اليو اس بي 3.2 جن 2 وفي عنا اربع اماكن لام دوت توز معظم لوحات ام س اي اخر فترة صارت اربع اماكن ام دوت توز فهاي شغلة جميلة في عنا بعدين الاسلوتز تبعات البيسا ايكسبرس في عنا تنتين بيسا ايكسبرس جن 5 ووحدة جن 3 اللي هي بتيجي 4x وليس 8x وغير الهيتسينك الموجودة على شريحة Z690 في عنا وصلتين اليو اس بي 3 وست وصلات ساتا زائد التوصيلات المعتادة اللي هي الفرونت اي او تبع الكيس في عنا كبسة باور وكبسة ري ست او ري تراي زائد التي بي ام وصلات اليو اس بي 2 زائد وصلات ايضا للر جي بي ادرس بالر جي بي وفانات بالمنطقة هاي زائد لفرونت اوديو والمنطقة هاي زائد انتوا شايفين كل ياتها مصفحة وكل اشي جاي بالنون الاسود معدها الهيت بايب او المشتت الحلالي اللي جاي هون لمنطقة الفي ار امز طبعا انا شون سيت منطقة السوكت او المقبس تبع ال ال جي اي الف وسبعمية هذا هو مقبسنا يا جماعة هذا هو المقبس خمسمائة بن زيادة عن الجيل الماضي اذا مش مصدقين يشوفوا بعينكم من الجيل الخلفية في عنا تصفيح بهاي المنطقة زائد المنطقة هاي مفتوحة عشان نركب اي باك بلايت لتبريد المنطقة هاي ما فيها اي اشي نيجي لتوصيلات الجيل الخلفية في عنا كبستين البايوز فلاش باك زائد الكلير سيموس في عنا وصلتين يو اس بي 2 وصلت بي اس 2 للناس اللي توصلت كيبورد وماوس الاخره في عنا وصلتين 2.5 جيجا بتلان يعني مش واحدة 1 جيج واحدة 2.5 لأ 2.5 جيجا بتلان في عنا 1 2 3 و 4 7 يو اس بي 3.2 جين 2 واحدة اضافية ثامنة اللي هي تيجي تايب سي زائد في عنا انتنات الواي فاي والبلوتوث واخيرا وصلت 7.1 اوديو او الصوت وطبعا الاي او شيل بيجي باللون الاسود ايضا وبيجي مع البورد وهذا هو صندوق المعالج بيجي مع كتة الاطلاق تبعت ام س اي في عنا شعارات ام س اي كلمة انتل باللون الاسود مع فريم فضي لطيف جدا صندوق هيك خفيف لطيف ما مش معجق يعني واول ما نفتحه منلاقي المعالج نفسه زائد بطاقة مشحونة بمئة الف دولار هاي هدية مخصوص للقناة رح نوزع جزء منها للمتابعين تخيلوا ها كلام صح لا البطاقة جميلة هيكا معدنية عليها ام س اي انتل في كينغسلن فيوري وازيتك ازيتك اللي هي بتصنع المضخات اللي موجودة في معظم المبردات المائية المغلقة زائد هون في عنا ام اي جي اللي هو الشعار تبعهم تبع كسر الارقام بكسر السرعة العالمية فلطيف الكلام مكتوب عليها مكتوب بالاسفل جراند بريزنت بست فرفورمانس الى اخره انه هاي الشركات توحدت مع بعض عشان تعطينا افضل اداء في فتحات هون لطيفة الحركة بالزوايا جميلة ويجدون رامات الكنغسلن فيوري الدي دي آر فايف اللي هالمرة مش مكتوب عليها معلومات كتير هون المرة الماضية كان مكتوب اشياء هون الان مش مكتوب خلينا نحاول نحزر شو هاي الرامات مالك افتحي مش راضي تفتح كانت اوكي فتحت اخيرا هاي رامات الكنغسلن فيوري بيست شفناها مش اول مرة ونفس الاشي الرامات ليست دي دي او ليست ار جي بي هي دي دي آر فايف عنا الكتيب والملصق زائد الرامات نفسها نفس التصميم تقريبا بس فرقت شوي الفرزات او الكسرات اللي جاية على الرام بالي دي دي آر فور ودي دي آر فاي وهاي الرامات ليست ار جي بي عليها بس كلمة فيوري من الاعلى وما في ار جي بي او اضاءة ومن المواصفات اللي عليهم هاي الرامات خمس تلاف وميتين والكاس ليتنسي اربعين وحجمها ثنين وثلاثين جيجا بايت حبتين كل واحدة ستاش ستاش وهاي مبرد الام اي جي الكور لكويد اس ثلاثمية وستين وحطين كلمة قد الدنيا انه compatibility with intel socket lga 1700 اللي هو المقبس الجديد تبع intel وزي ما بتلاحظوا انه المبرد تصميمه مختلف صار طلعوا بين الاسود والسيلبر والفضي واعتقد انه ما في اضاءة ار جي بي فقط الشاشة هي الموجودة شاشة صارت الطف شوي من التصميم القديم زائد انه المضخة اكيد ازا تيك اللي عليه من الجهة الخلفية في عنا المواصفات المختلفة المضخة مع المروحة زائد الشاشة LED سكرين مراوح الام اي جي السايلنت قيل بي 12 هيك اسمها بيحكو انها سايلنت ومش والله دوش كتير زائد البرنامج المتحكم فيه بي المبرد نفسه معلومات شعار امس اي نفتحو ونشوف بسم الله كوته يباتوا اعلانات امس اي المعتادة البراغي والسوكت والباك بلايت اللازم اللي تركيبه على المنصات المختلفة المراوح والمبرد نفسه المشتت وقطعة المعالج نبدأ بالمبرد نفسه في عنا كلمة ام اي جي مكتوبة على طرف الريدييتر ونفس القياسات المعتادة بنفس السماكات وكل هاي الاشياء 360 فيش فيه اشي مميز مع الانابيب او البرابيش اللي فيها المي رفيعا نسبيا يعني قطرها مش عالي جدا بلوك السي بيو اللي بتيجي قاعدته او الكولتريت من النحاس سائد قاعدة اسيتك المعروفة عشان تغير البراكت حسب الالجي اي 1200 1700 او اي ام فور اي ام ثري الاخره خلينا اغطيها قبل ما اعمل جريمة بالثيرم البيست دقيقة 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 وهاي شاشة المبرد ما رح اشيل عنه البلاستيك عشان ما ادمرها بعد التركيب بشيلها عشان التصوير يطلع ممتاز هاي الشاشة بطلع عليها المعلومات وفي عنا هذول البراكتز اللي بنفكوا بيجوا عليهم زي مغناطيس فكوا بتركبوا بس منظري يعني مش اشي هيك عنيف جدا فيقينهم زي تراك ولما نشيل الغطة اللي مفتح من الاطراف عشان المروحة اللي رح نشوفها الآن في عنا شاشة الالي دي الأصلية وفي مغناطيسات هون عشان تمسك القاعدة العلوية زائد شايفين المروحة اللي جاي هون اذا بييني معكوا في هون مروحة في هون مروحة بتشتغل عشان تبرد على البومب والبورد تبعتها صراحة ما زال حجمها هائل بس تصميمها صارت شوي ألطف يعني حجمها هائل مقارنة مع الأنابيب بس لهمنا طبعا الأداء والمنظر على التركيب نيجي للتوصيلات الثلاث مروح تبعتها ريدي يتر بركب وهون في عنا وصلت ساتا للبور أو الطاقة في عنا وصلت سي بيو فان أو منحطها بالهيدر تبع السي بيو على اللوحة الأوم عشان تعطينا كم سرعة دوران المروحة أو إذا ما تحكم عن طريق اللوحة الأوم زائد وصلة USB 2 عشان نقدر نتحكم عن طريق البرنامج وزن المروحة الغريب كيف أنه كل الشركات صارت تعمل زي نكتوة مش العكس مراوح مش RGB زي مراوح الاندسترال PPT تبعتهم فشكل المروحة لطيف صراحة عليه التنين تبع MSI وفي عنا زوايا من الربر أو المطاط عشان الأصوات ما تكون عالية كتير ومعنا معلومات مروحة نفسها كلهم جايين باللون الأسود وما في إضاءة RGB وهاي محتويات الصندوق في عنا ثلاث مراوح طبعا فيها وصلة PWM 4 pin فقط ما في RGB لأنها مش RGB أصلا في عنا كل البراغي اللازمة للتركيب في عنا الصوكت أو البركت طبعت AMD عشان ركب على AM4 وفي عنا الباك بلايت أو بلاستيك هاي الحالة للل جي اي 1700 اللي هي تقريبا نفسها جاي مربعة مع أنه الـ CPU مستطيل بس هي جاي مربعة ومنقدر نزغرها عشان لل جي اي 1500 1200 لو نجبت 1500 أنا وآخر إشي في عنا ليش إيجا برا الباكس لأنه هو إكسسوار للمبرد في القطعتين اللي بيجوا على طرف CPU block جاي من باللون الأسود وخشنين هاي جاي مش خشنة كتير نعمية لو ننشيلها ونركب هاي هاي أخشن مش عارف شو العبرة صراحة يعني آه واحدة عسوادة واحدة على فضي للتغيير أعتقد شايفين لو شلت البلاستيك هاي كان عجبت عليها أنا بس الفرق الوحيد هو اللون أنا قلت بجوز يكون إلا علاقة بإطلاق انتل بس ما في ميل الله موجودة بالخلاصة زي ما شفنا بالفيديوهات السابقة الإطلاق مبشر جدا على الورق فانتظروا إن شاء الله المعاينات لأنه أنا ودارك ومعظم المعاينات الثانين بلشنا وفي مننا ناس خلصت فانتظروا إشي محمس كتير بغض النظره إيجابي ولا سلبي منقدرش نحكي الآن ولكن قطع MSI أيضا نجت يعني لوحة اليونيفاي أول مرة منجربها الخصائص اللي فيها مش قليلة نفس الإشي هذا المبرد نضج عن الجيل الأول ما كان عاجبني كتير هذا شكله يعني بطلع منه فخلينا نشوف ونفس الإشي طبعا المعارج حكينا عنه كتير والرامات تبعت كينغستن فيوري خلينا نشوف DDR5 كيف أداؤه فانتظروا المعاينات الكاملة رح نرجيكم فيها كل التفاصيل بالنهاية شكرا لكم على المتابعة إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إذا عجبكم عملوا لايك أو إعجاب لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا أي فيديوهات جديدة مننا لا تنسوا أن يوم 4-11 رح نرجيكم معاينة كل هاي القطع معالج لوحة رام مبرد واكسسورات المبرد عشان المقبس الجديد فنشوفكم في فيديو ثانية إن شاء الله تحية كبيرة جدا من Dark ومني أنا مد سلام